الأستيروجيا النوردة إن شاء الله هنتكلم على النوربوس تيشو يبقى الأنواع الأنسقة المختلفة نحن أخدنا الكنيكتة تيشو خلصناها نخدنا الماسكلر تيشو نوردة نتكلم على النوربوس تيشو يبقى فضر لك بس النوع واحد يعني ما هو الابثاليال تيشو في الأنواع الأنسقة الأنسقة العصبية types of the cell and the nervous tissue أي أنواع الخلايا الموجودة في الجهاز العصبي؟ أول حاجة خالص اللي هو نوع الأولاني اللي هو نيروسيل خلايا العصبية طبعا اسمها العلمي النيرونز نيرونات العصبية أو الخلايا العصبية النوع الثاني من الخلايا اللي هو نيروغليال سيلز يبقى نيروغليال سيلز أو نيروغليال سيلز يسمى الجيليل سيلز دولي تو تايبز of the cells in the nervous system نيرونز is the major type ده النوع الكبير and responsible for the conduction of the nerve impulses وهو ده المسؤول عن توصيل النبضات العصبية اللي هو النيرونز أو الخلايا العصبية النوع الثاني بالخلايا اللي هو نيروغليال سيلز ده يعمل support يعمل protection يعمل nourishment للنيرونز اللي هي الخلايا الأصلية دي and their processes والزوائد إسيتوبلازمية بتاعتها يبقى النوع الأصلي اللي بيقوم بعملية التوصيل ونوع الثاني بيساعد بيدعم بيحمي بيقدم nourishment تغذية لخلايا الأخرى النيروغس تيشل قلنا زب ما احنا قلنا خلاص the types اللي هو النيرونز أو النيروغس سيل و النيروغليا سيل النيروغس سيلز بقى لو تكتبص عليها اللي هي المعسومة جسم الخلية اللي هو محور الخلية العصبية يبقى لو تشوفها كده بالشكل ده كده هتلاقي ده الخلايا العصبية ده الجسم بتاعها وده المحور هو ده اللي طالع ده الصغير ده اللي هو تفرعات الشجرية زي الشجر كده وده جسم الخلية وده النواة بتاعته وده العضوات الموجودة داخلوه يبطلع فيه نيرو فيلمنت اللي بتكون بنهاية 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 المحور بالشكل ده ده خلية عصبية الخلية عصبية بتكون من ديندرايتس ايه تفرعات الشجرية سيل باضي جسم الخلية للجسم الخلية نفسها لان خلية ده متحورة طلع علاها ديندرايتس وطلع علاها ايه انازر بروسس اللي هو بسموه الأكزون الديندرايتس ريسيب السيجنلز تستقبل السيجنلز من خلية اخرى من 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 ال ريسيبتور لي الجسم الخلية نفسها بعد كده جسم الخلية يوصل لنبضة المين للأكزون عشان الأكزون ينقل لنبضة العصبية تستقبل السيجنلز للطرقل بتاعه اذا كان تطلع أو اذا كان ماصل مثلا تعمل نوع التاني من خلية هو نيروغلية سيجنلز خلية الغراء العصبي أو بسموها نيروغلية السيجنلز نفسها بظبط حطنا نيروغلية السيجنلز أو جيليل السيجنلز خلية الغراء بتعمل ايه بتعمل protect support نعمل nourish لنيرون and their processes this is the structure this is the dendritus as you see and this is the cell body ده قسم الخلية العصبية وده الأكزون الأكزون في الحالة دي بالشكل ده يبقى myelinated myelinated يعني يعني عليه طبقة من المايلين sphingomyelin كده بتحط بيبقى في غشاء المايلين بيحط بالأكزون الموجود ده النقط اللي هي موجودة دي بسمها عقد رامبيير رامبيير نودز أو نقول بعد الفائدة بتاعتها يعني يبقى ده الدندريتس اللي هو الجزء ده الصغير ده وده جسم الخلية نفسه وده طبعا ده بيستقبل الإشارات اللي هي بيستقبل الإشارات من أي خلية تانية أو من receptors سيل بضي ده مانتين سيل ميتابوليزم ده اللي يقوم بالدور الحية وبعد الخلية حفظ الخلية وده الأكزون اللي هو موجود وده 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 اللي بيوصل النبضات العصبية وده الديندرايتس أو فناظر نيرونز ده الأكزون وده الخلية العصبية أو شكل ثاني خارص ده نيرونز اللي هو نيرب سيل ده إيه ده اللي فنوص ده السيل بادي أو السوم اللي فهن يوكليوس وده الديندرايتس إذا ما وضح في الرسمة كده اللي بتستقبل الإشارات العصبية أو وده اللي موجود ده وبالشكل ده يوضح لك إن فيه ووضح لك إن فيه نوع من خلايا اللي هي بتفرز المايلين اسمها دي تبع اللي فوق ده اللي هو الجزء الطويل ده اللي هو قلنا عليه عبارة عن ده ده النيرون ده النيرون هو مكتوبة أو كل الخلايا اللي موجود التانية دي عبارة عن ساعدة أول نوع خلاص خلايا قليلة تفرعات وده بتفرز فيه نوع تاني اللي هو شوفان سيلز برضو النوع التاني وده برضو بتفرز المايلين شيس اللي موجود بيحض بالأجزون النوع التاني خلايا اللي هو الغراء اللي هو الأسترو سايدز وده بتبقى خلايا خلايا نجمية بالشكل ده زي النجمة لها تفرعات كتيرة وده بتبقى خلايا ملهاش طبعا ايه او كلام من ده النوع التالي من خلايا اللي هو اللي هي بالشكل ده كده وده خلايا دفاعية بتكون بعملية لأي بكتيريا أو أي بيروس ودخل فيه جهاز العصب ده رسيف السيجنلز وده سي الباضي بيعمل 200 ميتابوليزم وده الكون دا نيرونز أو تو فيكتورز اما خلايا تانية او الفكتورز اللي قلنا عليه الفكتورز حاجة بالتنين اما يكون جلاند او يكون مصل وده طبعا ايه الأكزون اللي هو عليه الميلين شيس اللي بيعمل انسيوليشن عازل اللي الأكزون الدندريتس زي ما قلنا رسيف الاستمولاي فروم ذا انفاورمينت السينسري بالثيلة السيلز اللي هو بسموه ريسيبتور من ريسيبتور او من خلايا عصبية اخرى المهم ان هي بتستقبل الاشارات العصبية طبعا توصلها للجسم الخلية طبعا عشان هي بتستقبل فلازم تكون تفرعات كتير عشان تستقبل اكتر ذلك اللي بتتزود مساعد سطح الاستقبال اللي بتاعت الخلية العصبية السيل بضي اللي بسموه البري بري يعني حوله كاريو يعني نواي بالبري كاريون اللي هو حول النواي او قلت ساعد بسموه السومة ريسيبتور تزا استمولاي ده اللي بيستقبل الاستمولاي اللي جاملين من الدندريتس بط اولسو سيرفز از السنسائز وده اللي بيبنى كل المركز البناء لكل الخلية وكل العصب وده اللي بيعمل الميتابوليزم ده اللي فيه العضيات كنتين النواي الرافندوبلاسما فيه النسل اللي مش موجودة غير في الخلاء العصبية بس النسل القولجي وفيه الميتو الموجودة وفيه كمان برضو اللي بيتمس او بيتميز الخلايا العصبية بقى فيه نسل وفيه اللي بيميزه الخلايا العصبية بالشكل ده اللي شايفو ده تحت الميكولسكوب ده عبارة عن محور طويل طبعا بينشع من الجسم الخلية طلع هنا ايه شوية تفرعات كده ده يطلع منها تفرع واحد بس single long process there is only single axon طبعا axon واحد لكل خلية عصبية axon transmits ينقل impulses نبضات from neurons or to the effector يعني بين النبضات العصبية to the effectors والeffectور ده حاجة من اثنين اما يكون موسيلز خلية عضلية عشان تعمل عملية نقباط او تبقى glاند عشان تعمل عملية secretion افراز الفايبر لما axon بتاع الخلية العصبية يستطيل كده وتحط ب myelin cheese لما يستطيل كده خالص وتقول عليه في الحالة دي fiber اللي في العصبية myelin cheese عبارة عن مادة مصنوعة مادة دهنية secreted by shuvan cils او oligo dendrocytes بانه عنده بيفرز المايلين cheese ده بيفرز في البريف نبضات العصبية بسرعة يعلم ولك النبضة العصبية عبارة عن تغيرات كهربائية بتبدأ من هنا في الغشاء الخلية بتبدأ تتنقل في المنطقة دي تيقي المنطقة دي محاطب ما يلين شي ما يحصل اي تغير في النبضات الكهربائية ما يحصل يقوم يحصل jumping لنبضة العصبية من هنا اللي هنا في العقد اللي يبسما وده بالتالي بتصرع في المصار ده كله كده يحصل تغيرات فيه على لتغيرات العصبية لا ده يحصل jumping على طول للنبضة العصبية وبالتالي النبضة العصبية بتتنقل بسرعة فين في الميلين أكزونز أسرع من النبضة العصبية بيحصل بالشكل ده يبقى ده النيرونز ده السوم أو السلباضي ده الدندريتز تدخل النبضة العصبية بالشكل ده كده تحرك توصل للخارج تروح للتارجت بتاعك الموجود قلنا التارجت ده حجم اتنين اما يكون او يكون مصر في نهاية بقى تلاقي فيه اللي هي بساموص او النهايات المحور يبقى زي كده ويبقى هنا موجود فيه طبعا اما يكون او يكون او يكون بقى ايه اللي قلنا عليه ده بالشكل ده ده عبارة يبقى النبضة العصبية تتنقل على طول الغشاء بتاع لكن لو بالشكل ده فيه خلايا يبقى الوقت النبضة مش هتمشي بقى على الطول ده يحصل بشكل ده بتوصل بسرعة لنهاية ال الأجزون نربست تشو function sensory input يعني receive stimuli تستقبل المؤثرات الخارجية data integration تبدأ تعمل عملية تفسير للداتا يعني interpret data تفسير للداتا and then motor output يعني produce setable decision أو response يعني ده باختصار فائدة الجهاز العصب انه يعمل ايه طبعا sensation بحصل في الموخ طبعا يعبى فيه sensory input فيه مدخل حسي وفيه motor output فيه مخرج حرك استجابة طيب الاستجابة تبقى سلبية والإيجابية تبقى اي استجابة نتيجة ايه نتيجة تفسير يبقى لازم يحصل فيه data integration أو interpreted data معل كده setable action أو setable response اللي بسموه motor output essentially وكده in the brain coordinated response اللي هو الاستجابة المتناسقة carry signals away from the brain and spinal cord to the effector قلنا الموصل أو الجلند ساعة تتحرك وانتا مش عرف تحركت ليه يبقى حركك بسرعة spinal cord وبعد كده حصل interpretation فين في الbrain يقصر لك أن اتحركت ليه اخر حاجة خالص Neuroglia Cells اول نوع خالص قلنا ده structure barrier ده تركيبه وده حاجز يعني وده عامة ابن دايم السيلز النوع الثاني من خلال Neuroglia Cells ده secret cerebral spinal fluid وال CSF سائل للمخ الشوكي سائل داخل حبل الشوكي المخ اللي بيفرز النوع من خلال غراء العصبي لول ابن دايم السيل نوع التاني مايكرو فاجز خلايا بالعمية اللي انه central nervous system اللي انظر سايت وده بتعمل تفرز المايلين الشيز الموجود في central nervous system الشوان سيلز بتفرز برضو المايلين في peripheral nervous system دول الخلايا الغراء العصبي اللي انظر سايت قلنا بتعمل المايلين شيز around الأقضل في central nervous system المايكرو غلا فاجو سايت المايكرو 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته